إن حالة حقوق الإنسان في العراق ليست على ما يرام هكذا تصف المنظمات المحلية والدولية منذ سنين خلت الوضع الإنساني في العراق بأنه ليس على ما يرام مفوضية حقوق الإنسان وصفت الواقع الإنساني في العراق بالمترد منذ أعوام بسبب الأحداث الجسيمة التي مرت على البلاد والتي ساهمت بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية والمدنية منها وحسب آخر الإحصائيات فإن أعداد الذين يسكنون في العشوائيات بلغ مئات الآلاف فيما لازالت المحافظات المدمرة بسبب العمليات العسكرية دون إعمار نهيك عن وجود أكثر من 300 ألف أسرة نازحة تسكن المخيمات ولا يزال هناك مليون مهاجر وأكثر من مليوني عاطل عن العمل منظمة العفو الدولية تحدثت عما يجري في العراق من انتهاكات مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك من بين أكثر الأوضاع خطورة في العالم تقارير صليب الأحمر الدولي هي الأخرى أشارت إلى أن أكثر من 2200 طبيب وممرضة قتلوا و250 آخرين اختطفوا وأن 59% من الكوادر الطبية غادرت العراق فيما قتل المئات من الشخصيات العلمية أطفال العراق لم يسلموا من الانتهاكات فنسبة عمالة الأطفال تترك أثارا خطيرة على مستقبل الطفولة في البلد نتيجة لحرمانهم من العيش في أجواء طبيعية وآمنة ووجودهم في الطرقات والأحياء الصناعية يدلل على حرمانهم من التعليم والرعاية الأسرية إضافة إلى قساوة بعض المهن التي يعملون فيها ضياء حقوق الإنسان وعدم توفير سبل العيش دفع البعض للانتحار فقد كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن أعداد المنتحرين في الربع الأول من عام 2019 في عدد من المحافظات العراقية وقد تصدرتها محافظة كربلاء بتسجيل 20 حالة انتحار وأعقبتها محافظات البصرة وكركوك وذيقار وميسان ثم النجف بأعداد تتراوح ما بين 11 إلى 19 حالة انتحار كل هذا يحدث على مرءا ومسمع من العالم الذي يعيش حالة صمت تجاه الواقع الإنساني في العراق